اشتركوا في القناة ورزقكم الصحة والعافية وأسعدكم في الدنيا والآخرة وبشركم بما يسركم وكف عنكم ما يضركم وثبت يقينكم ورزقكم حلالا يكفيكم وأبعد عنكم كل شيء يؤذيكم وستركم فوق الأرض ورحمكم تحت الأرض وغفر لكم ولوالديكم يوم العرض جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعاتنا له يوم الجمعة 16 كانون الأول ديسمبر طبعا القمر موجود في برج العذراء هو الآن موجود في منزلة السماك الأعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 47.49 دقيقة مساء من مساء اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الغفر وهي منزل الكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي زي ما حكينا القمر موجود في برج العذراء ولكن في عنا خلو مسار في ساعة المساء وعنا انتقال القمر لبرج الميزان بما أن القمر موجود في برج العذراء فبتظل أنه منظل على طبيعتنا الجادة ومنتبه أكثر لصحتنا بموارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردي أو شاردي دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام منشعر أنه الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما لها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادي سيئة كالتدخين أو شرب الكحول بوسع نقتناع حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عملي جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون وهاي تأثيراتها طبعا مستمرة لغاية يوم ثمنتاش اتناش بتجعل البعض يعيشوا في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلهم غير عمليين برضو ابعدوا عن الأحلام وأضغاث الأحلام والوسواس والشك والغير في هاي الفترة برضو هاي الفترة بتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكومة ما ومشاكل في القطاع البحري وربما غرق بعض السفن أو البواخر أو برضو هاي بتزيد من نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة لحكومة ما أو التعرض لبعض الضواهر البحرية كالفيضانات والطوفانات وربما يكون هناك تسرب للغاز أو حواد التسمم جماعي وكذلك ارتفاع بأسعار النفط بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين زحل وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 17-12 بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس منفصلة إيجابية بين المشتري وبين بلوتو وتأثيراتها لغاية يوم 16-12 بتزيد من نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكنها ممكن تسببنا الإحساس بالكآبة أو الميل للإعجاب بالذات أما بالنسبة لزاوية اليوم فعنا أول زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين نبتون وهي ذروتها الساعة 45 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش يعني تأثيراتها من الليلة أو من الآن لغاية ساعات المساء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهي راح تكون ذروتها الساعة 8 و55 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش برضو تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعة المساء بخلق هذا الاتصال لدينا حالي من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهي راح تكون ذروتها ساعة 2 و24 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء هذه الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين المشتري وهي راح تكون ذروتها ساعة 7 و12 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش يعني تأثيراتها من ساعات الظهر ولغاية صباح اليوم القادم له يوم السب يجزب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا أما بخصوص خلو المسار اللي راح يبدأ بعد هاي الزاوية مباشرة اللي هو الساعة 17 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش راح يستمر لغاية الساعة 7 و48 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش لا يستقر القمر بعدها في برج الميزان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار الساعة 47 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش القمر بنتقل وبصير في الميزان عشان هيك بتصير هاي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر من ميلة الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفل ماه وعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناع حاجية جميلة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم البنكرياس، العمع الدقيقة، الأعور، القولون، الجهاز الهضمي، الـ 12، المستقيم، أجهزة الإحساس، العيون، والأذنين طبعا هدول الأكثر حساسية لغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء بيصير عنا الكلا والحالب والمثانة البولية، الأوردة، الجلد كعضول اللمس، والبنكرياس، والأنسولين، وأسفل الظهر، والزائدة الدودية بالنسبة لهذا اليوم يوصى بجراء العمليات الجراحية ولكن دون أي شيء له علاقة بالجلد يعني حاولوا تبعدوا، يعني أي شيء ذكرنا قبل قليل حاولوا أنكوا تبعدوا عنه بالعمليات الجراحية ولكن بالنسبة للعمليات التجميل ما بنصح فيها اليوم لاحق ولا جراحة يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد ولكن بما أنه الجلد فيه حساسية فما بنصح في هذا الموضوع إلا للأمور الروتينية ولكن هذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في الميزان في خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد 18-12 بيبدأ في تمام الساعة 10 و 35 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى اليوم التالي أي يوم الاثنين 19-12 ورح يظل في خلو المسار لغاية يوم 19-12 الساعة 33 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر ويستقر في برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر 23 القمر المربع فيه تمام ساعة 10 و 15 دقيقة مساء بصير عمره 24 نسبة الإضاءة بتصير 50% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 منتحس اليوم بنسبة 50% القمر في العذرة وبدو ينتقل للميزان ورح يظل في الميزان لغاية يوم 19-12 سعيد بنسبة 15% الآن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 40% في ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 60% عطارد في الجدي حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 85% الزهرة في الجدي حتى يوم 3-1 هو الآن منتحس بنسبة 10% في ساعات منتصف الليل وما بعد بصير سعيد بنسبة 15% في ساعات الصباح بترتفع نسبة السعادة لـ 45% المريخ في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 12-1 هو الآن سعيد بنسبة 15% ولكن في ساعات العصر تبرجع منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت حتى يوم 20-12 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% بلوتوف في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بيتراكم العمل أكثر من المعتاد طبعا من الآن لغاية ساعات المساء وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم أهم شيء تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وحاولوا إيجاد الحلول اللي بتعالج المسائل الطارئة وممكن اليوم تتوصلوا لاتفاق ابحثوا عن حليف أو عن دعم واتجنبوا الإساءة إلى الأصدقاء وشراكاكم وحاذروا من التراجع الصحي أما في ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن ممكن تتعقد بعض الأمور أو تطرأ بعض البلبلة علجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذروا القطيعة والدعاوى القانونية لأنه خصمكم قوي والعرقيل بتستفزك برج الثور بالظل الرغب قوي في التقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم أو بحيط الفلك بحيوية وحماسة لمتابعة المساعي وللتوصل أو للتواصل مع المحيط ممكن يكون هذا اليوم من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظاً وتشعر بالطمأنين والراحة أما في ساعات المساء بيبدأ العمل بالتراكم لديكم فعشان هيك بدكوا تنتبهوا لصحتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي حاذر من المشاكل الصحية بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتشعروا ببعض الحزن والتعب وبتبحثوا عن ملاذ آمن أهم إشي أنه ما تنتقدوا أقرب الناس لإلكم بتلمسوا بعض التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة أما في ساعات المساء بتشتد رغبتكم فالتقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم مش إنك تلطف الأجواء وتعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة تعتبر فترة إيجابية برج السرطان كونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء التنقلات أو السفر داخل المدن ولا تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار بسجل هذا اليوم نقاء مهم أو اتصالات مفيدة بتجري أبحاث ومفاوضات ناجحة بتقوم بزيارة أو ممكن تلاحق عمل ملح وضروري خلال هذه الفترة أما في ساعات المساء بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة خلال هذا اليوم أهم مش إنك تتجنب وتوبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلقوا بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجهوا الأمر الواقع بمنطق وحاولوا إيجاد التسويات اللي بتحمي حقوقكم ولا تفرض رأيك لأن تعتبر برضو فترة مناسبة للسفر والاستثمار برج الأسد خففوا من النفقات قدر المستطاع وابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياء ممكن اليوم تناقشوا موضوع مالي أهم مش إنكم ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل حاولوا إنكم ما تبذروا أموالكم وكونوا عاقلين ومتيقذين قبل التوقيع على العقود وحددوا أهدافكم أما في ساعات المساء بتنشطوا في مسائل العلاقة بالسفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر النشطات حسب حقل اختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم مش إنك ما تتردد بالتحرك برج العذرة بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكونوا مميزين بأداءكم وتعتبر هاي فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة وبتطرح أفكار جديدة وبتجتهد على إنجاح مشروع جديد حماسة ووضوح في الأفكار أما في ساعات المساء بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم إش إنما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب أهم إش إنما تبلغوا بمصاريفكم وكونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة ممكن تهتموا لأمور مالية أو أمور استشفائية برج الميزان بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وبظل التعب مسيطر عليكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فبتشعروا في يعني ممكن تفكروا في إلغاء الموعيد أو الإبتعاد عن الأضواء احموا نفسكم من المحتالين ابتحدى الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية وتعتبر فترة محفطة جدا ومخيبة للآمال وبيطرأ تغيير للأفضل على صحتكم في ساعات المساء ابتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك ابتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك ابتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أهم الشيء أنه ما تبقوا وحيدين بل سارعوا للمشاركة بكل الاتجاهات ويلعبوا دور بناء في محيطكم ومجتمعكم ابتتمتعوا بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة وما بيجوز تجنب اتخاذ قرارات لغاية ساعات الظهر أما من ساعات المساء بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم لأن القبر بصير موجود في بيت المتاعب فلا تواقعوا على عقد ما تبدأوا عمل جديد تعتبر فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء تعدوا عن الأضواء لا تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وحذروا من البلبلة والالتباسات برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنه ما تجازفوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتكم اتجنبوا التصرف الارتجالي وركزوا بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر ونظموا عمالكم عشان تقدروا تنجزوها بالكامل أما في ساعات المساء بتلتقوا الأصدقاء وبإمكانكم كتبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم شيء أنه ما تستسلموا بل كرروا المحاولات برج الجديد ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاع وحماسة رح يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة ابتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك تعتبر فترة إيجابية جداً فما تضيع عليك الفرص في ساعات المساء بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبتخضع لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع بتصير يعني من ساعات المساء في نوع من أنواع القلق والتوتر موجود في الساحة برج الدلو طبعاً اليوم بظل التركيز على تفحص حساب مالي مشترك وبرضو بتكو تخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاولوا أنك تكونوا مارينين وما تتنازلوا عن حقكم شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به ابحثوا عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ولا تهملوا لا ملف ولا قضية أما في ساعات المساء بتنشغلوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتعامل مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب ويعتبر يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأوا عمل أو دراسة جديدة أو تناقشوا أي موضوع بتناقشوا راح تناقشوا بقوة وذكاء وتتجروا على رفض أي شيء ما بيناسبكم أهم شيء أنه ما تخشوا شيء بل ثقوا بأنفسكم أكثر وتعتبر هاي فترة مناسبة لخط تجربة جديدة وبعض موليد برج الدلو ممكن يكون عندهم سفر برج الحوت ابتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك فيجمعكم بشركائكم سواء في العمل أو العاطفي ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نسقوا بين مختلف الواجبات حافظوا على هدوءكم الكامل هاي الفترة شوي فيها نوع من أنواع الضغط كل أوضاع ممكن تكون فيها نوع من أنواع الصعوبة لأن القمر ما زال موجود في مراحل المقابلة أما في ساعات المساء فهنا بتحرك درجة ابتنهمكوا في أعادة تنظيم أموركم المالية أهمش أنه ما تهملوا صحتكم ابتصبح لأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم بتلاقي أعمالكم صدا طيب أهمش أنه ما تتكاسلوا بل سارعوا للعمل دون مماطلة ودون أعذار أيضا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا